ترحيب حار لجميعكم الذين ينضموا إلينا اليوم لهذه الندوة المهمة لتصور الأجراءات الأمنية المحتملة في أفريقيا والأدوار القيادية في أوقات الفير معروفة اسمي لوكو كوم أنا العميد الشؤون الأكاديمية في المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والمدير التدريسي لهذه الندوة للقيادات النهضة والصعدة في أفريقيا دعوني أرحب بكم مرة أخرى وأيضا سيدة كيت كنوف عندما هي رحبت بكم في أول جالسة في الأسبوع الماضي دعوني أن أهنئكم جميعا لقراركم الصحيح لانضمامكم إلينا نأمل أنه بنهاية هذا الجلسة ستكون حصلتم على نسبة أعلى من المفاهيم حول مهارات معينة وأيضا اكتشافكم لبعض الأشياء الجديدة التي يمكنها أن تزيد من مستوى أدائكم أنتم كقالة أنتم تمثلون دول متعددة ومؤسسات مختلفة عبر القارة ومن خلفيات متعددة وخبرات متعددة أنتم لستم فقط قادة في مجالكم أو خبراء في مجالكم فقط وكونوا على الثقة في أن تقوموا بنشر معلوماتكم المكتسبة مع زملائكم المتعددين في نقاشاتكم اللاحقة في المستقبل دعوني أعرض عليكم أهداف هذه الجلسة بدون شك أن مرض الكورونا شفت الكثير من الشقوق في منظماتنا وحكوماتنا وقدرات حكوماتنا في علاجها بالذات في موضوع أداء القيادة ودور القيادة فيها يعني طبعا على القيادة أن تكون لديها منظور لاحق واستباقي لأي حصل قد تحصل قدر المستطاع وأن على الأقل أن يقوموا باستعمال أي فرصة كفرصة لتحسين أدائهم مفهوم القيادة التأقلومية شيء مهم جدا وهذا طبعا شيء مهم بالنسبة للحالات والظروف الغير أكيدة والفجائية المواد المحاضرة لهذا الجلسة حول خمس أسس لإرشاد أيقى إنسان في دور قيادي هي توفر تعريفات جيدة حول أطر العمل وستكون جزء مثلا التراقب والفاهم والمحاسبة والأداء والمبادئ الخمسة الرئيسية كلها مبنية على الأسس التي هي التعلم والتأقلم الاختبار وفهم المفاهيم المراجعة الدائمية للقرارات المتخذة المسؤولية والعمل الجماعي هذه الندوة مجزعة إلى الإقسام الأربعة الأول القيادة التأقلمية ودورها في ظروف الصعبة وتم تطرق إليها الرئيس السابق لنجيريا أوبو سانجو سأقرأ عليكم بعض الاستنتاجات الثاني جلسة هي حول التي هي جلسة اليوم هي احتمال ترقب حصول الأزمات الثالث هي الاستجابة للأزمات وآخر جلسة بعد أسبوعين ستركز على كيفية استعمال الشراكات والاستعانة بالشراكات في علاج الأزمات لكن قبل أن أخوص في النقاش سأعرض عليكم بعض التحديات الرئيسية التي رأيناها في الجلسة الأولى حول موضوع القيادة التأقلمية كما قلت الجلسة الأولى وذكرتها كيت أيضا هي تفحص دور ومزايا القيادة التكيفية التأقلمية في ظروف الغير أكيدة أو الظروف الصعبة السيد أبو سانجو الرئيس الأسباق قال بكل وضوح وتحدث عن خبراته الشخصية في الجلسة حول كيف طبق هذه المزايا وصفات القيادية عندما كان في دور قيادي رئيس الدولة على مستوى الدولة والأقليم وحتى العلم الساحة الدولية مع أنه من الصعب تلخيص نسبة الثروة لكن في الجلسة الأولى على الأقل هو بعض النقاط المهمة التي قالها من خبراته التي تحدث عنها سأقرأ عليكم البعض من الاستنتاجات واحد هي التكهن المسبق بالاحتياجات في الظروف التي تسبق الأحداث ففي ناجيريا مثلا رئيس أبو سانجو أقنع نفسه بأن هذه المشاكل يمكن فقط ألاجها وتطرق إليها إلا بعد وآم وتعاون جماعي وتكوين جو حر بقيادة مدنية هي من أهم الآليات قناعته أتى بسبب العقود من الحكم العسكري التي ترك البلد في ديون ثقيلة وغير مستقرة وفقيرة وهذه أحد المزايا أو الجوانب التي ساعده على التأقلم أستعانى بهذا المبدأ بالشكل ممتاز ودقيق ثاني استنتاج هي ترقب الاحتياجات المحتملة لنيجيريا في الظروف الغير أكيدة مثلا عندما كان يترقب هذه التحديات التي قد تحصل في نيجيريا فالرئيس أبو سانجو في وقته تحدث عن الاحتياجات العامة والرئيسية للمواطن النيجيريا عندما تسنب الرئاسة في 1999 هو كتب بوضوح وصاغ الاحتياجات وكيفية توصيلها إلى جوانب الحكم ومنها حول القوات المسلحة والآليات الحكومية وتحديد الأولويات الأمنية التي كلها تلبي حاجات المواطن النيجيري ثاني ثالث استنتاج الاستجابة التأقليمية للمواطنين النيجيريين والأفارقة فهذه النظر الجديدة لنيجيريا فالرئيس أبو سانجو أراد أن يقوم بتحسين المواطن النيجيري كهدف أول فبإصلاحه للجيش وتقليل حالة انقلامة العسكرية ومكافحة الفساد بتشكيل لجان مكافحة الفساد وأيضا إجراء الدولة إلى الشفافية الصناعية والتجارية والتعاون الاقتصادي الدولي التي ساعدت تحسين كل القطاعات عامة فاستثمر في الخدمات الحكومية وتحسين أداء الحكومة عن طريق بناء أو جلب الفنيين الأكفاء عبر البلد الذين حسنوا من آلية وعمل الحكومة في الرئيس أبو سانجو يعني لمع كقائد لقيام بالأشياء معينة بشكل جيد وأيضا بنى نجاحات يمكن البناء نجاحات أخرى عليها فحالة موضوع النزاء الحدودي في كاسي أوبودا ما بين نجيري والكاميرون أبرز الجانب التأقلمي للرئيس عندما قام بالاستعانة بالقرار المحكمة الدولية لكيفية تحويلها إلى حالة ربح كل الطرفين بتعاون مع القيادة الكاميرونية ثالث استنتاج حول الاعتماد والمسؤولية هي أنه رئيس أوبو سانجو عندما قام بعلاج موضوع الانتفاضة الجماهيرية في موضوع الدلتا فبإصغائه إلى أفواح المنتفضين ومشاكله وكيف عالج قضاياه خاصة موضوع البطالة ما بين الشباب أظهر دور قيادي تأقلمي تحس بالمسؤولية ومستعد على مواجهة المشاكل والمراجعة الذاتية وآخر استنتاج أيضا كيفية تجميع وتحريك وتعبئة الطاقات الأوسع ففي أفريقيا اليوم خاصة التحديات الأمنية هي أشياء عابرة للحدود غير خاصة ببلد أحادي وإنما دولي فأحد أدوار التأقلم القيادي هي من أجل مساعدة تشخيص الأهداف المناسبة وتحديد الأهداف المختلفة في الرئيس أوبو سانجو مارس هذا المبدأ من خلال العدد الكافي التضامني بتجميع الاتحاد الأفريقي وتحويلها إلى ما هي ما نراها اليوم هذه بعض الاستنتاجات المهمة من جلسة الأسبوع الماضي لكن الآن دعوني أن أدخل إلى هذه الجلسة جلسة اليوم الرقم الثاني التي هي التوقع المسبق للأزمات وعلاجها قبل أن أقدم المتحدثين دعوني أن أتحدث عن أهدافهم في هذا الجلسة أول هدف لتفحص كيف المؤسسات والقياديين هم يتوقعون ويترقبون الأنماط المحتلمة مثلا الأمان ونمول سكاني وتطور التكنولوجي والهجرة البشرية والألماط التي قد تؤدي إلى تغيرات آلية في الخارة الأمنية للقرى ثاني موضوع سنتحدث عن كيفية إنشاء استراتيجية وطنية وكيف يمكن أن تكون هي بذاتها آلية تكهن للأشياء المختلفة الأمنية في البلد وثالثا مناقشت الاحتياج لتطوير الآليات التجميعية والجماعية والتشاركية التي هي كلها تبنى على أسس قادرة على التكاهم بالمستقبل في أفريقيا الآن دعوني أن أقدم لكم المتحدثين يصرنا اليوم أنه لدينا متحدثين بارزين ملامعين هم الناس الذين هم خبراء في مجال الأمن في أفريقيا والذين سيساعدوننا على البدء بالنقاش على كيفية توقع أو تكهن بتحديات الأمن في أفريقيا لديكم مسيرة من الشخصية سأقرأ بعض المزايا حول خبراتهم دعوني أن أبدأ وأنا مشكور لدكتور موهاري مارو دكتور موهاري هو حاليا استاذ في مركز سياسة الهجرة المنسق في الهجرة والتنسيق الأكاديمي في المأحد الجامعة الأوروبية في إيطاليا أيضا هو أيضا زميل في مركز الأمم المتحدة لدراسات الاندماجية وهو أيضا عنده دكتوراه في الدراسات القانونية في جامعة جيسن من ألمانيا وماجستير من جامعة هارفورد في أمريكا وأيضا لديه شهادة ماجستير في علوم من جامعة أوكسفورد وبكالوريوس للحقوق من جامعة أديس أبابا ومعضو في التاناهاي للمنتدى الأمني وترأس هيئة المنع أو بقاية الأمن في المركز الدراسات بقاية الأمنية في أديس أبابا هو الذي صاغ اتفاقية الإيقال للسلام في 2022 دكتور المحاري أهلا بك ويسرنا أن تكون معنا اليوم المتحدثة الثانية هي سعادة السيدة كاميسا كاميرا وهي خبيرة زائرة لمنطقة الساحل في المعهد الأمريكي للسلام وهي محللة وممارسة لسياسات إفريقيا جنوب في الصحراء ولقد كانت وزيرة وزيرة الاقتصاد الرقمي والتخطيط ومؤخرا كبيرة موظفية مالية وشغلت منصبة كمنصب كبير كمستشارة السياسة الخارجية للرئيس وطبعا شغلت كاميرا مناصب قيادية في واشنطن وعملت في وزارة الخارجية أيضا هي السيدة كاميرا لها ركزت بشكل خاص على منطقة الساحل وهي طبعا تحمل كاميرا درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي وتنمية من جامعة جرونوبل وباكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة باريس أيها السادة وسيدات السيدة كاميرا نحن مسعداء بلقائك اليوم وسوف نستفيد من خبراتك في هذا المجال وشكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم والآن سوف أبدأ الحديث مع السيد الدكتور محاري السيد محاري أنا أعرف أن لديك خبرة واسعة أنت خبير محنك في هذا المجال أول أولدو أن أبدأ بمشاركة طبعا الحاضرين بعض الدروس التي تعتقد أنها سوف تؤثر على تطوير في مجال الأمن في إفريقيا لمدة العشر سنوات القادمة ما هي الخصائص طبعا المشهد الأمني وما هي طبعا الخصائص الأساسية كما قلت والتي يجب أن نستفيد منها وأن نعمل على تطبيقها في مجال الأمن السيد الدكتور محاري الكلمة لك سيدي شكرا أهلا وسهلا وصباح الخير لجميع الحاضرين معنا شكرا جزيلا للدكتور لوكا لهذا التقديم الكريم وشكرا جزيلا لمركز إفريقيا لاستضافة في هذا الصباح والاستضافة إلى هذا البرنامج اسمحوا لي أيها السادة وسيدات بالبدء عن تكلم عن الموجات والتغيرات العريضة التي تعتبر كعوامل لتأثير على بعض القوات التي طبعا قد تؤثر على هذا المشهد والتي لديها طبعا تأثير على المستقبل هذه العوامل أود أن أتحدث عنها ولكن سوف أركز عن علاقتها مع العوامل الأخرى نحن نعرف أيها السادة والسيدات الديمغرافية ونحن نعرف طبعا الهجرة وتوسع الحضري وطبعا التغيير المناخي وكل هذه السياقة وتغييرة التكنولوجية هي تعتبر كعوامل أساسية التي تؤدي إلى التغييرات قد تكون هناك عوامل أخرى ولكن سوف أركز بالخصوص على هذه العوامل وأرى كيف كيف تؤثر على القيادة وكيف تؤثر بطريقة غير مباشرة على القيادة الأمنية عندما نتكلم عن بعض العوامل عن هذه العوامل النمو الديمغرافي وطبعا لقد ركز على هذا كثير من المرات طبعا الاتحاد الأوروبي ركز على هذا بالخصوص ركز أيضا على نسبة البطالة وعلى طبعا النمو السكاني اثنين الذي طبعا يتمثل بـ 2.8% من النمو الديمغرافي فكل هذه العوامل تؤثر على التغييرات وإذا لم تكن هناك قيادة ناجعة فالنمو السكاني الذي يتميز بنمو السكاني للفئة الشبابية قد يؤثر على المشهد وقد يؤثر على طبعا الاستقرار استقرار الدول الافريقية بالخصوص واحدة من العوامل التي تميز القارة الافريقية هي تواجد أو وجود نمو سكاني للفئة الشبابية فالهجرة أيضا هي عامل أساسي الذي طبعا يعطي أو يمنح فرص فرص لنزوح لبعض الفئة السكانية التي تكون مجبرة طبعا التحرك بسبب التغييرات المتواجدة وبسبب بعض المشاكل السكانية في البلد بعينه فالنزوح في كثير من الأحيان هو مؤشر مؤشر لطبعا فشل دولة هشة هناك بعض التوثرات التي يمكن أن تكون موجودة في البلد فقد يكون هذا مؤشر لهشاشة البلد لعينه وله في الوقت الحاضر نرى أن هناك مثلا في الكونغو في سوماليا وفي جنوب السودان في إثيوبيا وفي كثير من البلدان التي تتميز بنزوح عريض أو كبير هذا يعتبر طبعا مؤشر لهشاشة البلد والذي ويعتبر طبعا واحد من العوامل التي تؤثر على النزوح الذي هو في أغير الأحيان وهذا نتيجته هو التوثر الموجود في البلد هناك أكثر من 25 مليون من هذه العوامل في البلد وهذا يعتبر ثلاث مرات عدد النازحين أو اللاجئين وفي أكثر من الأحيان قد يكون هذا مؤشر ولكن يزيد ثلاث مرات يتضعف هذا يؤكد على أن الناس يبحثون عن الاستقرار يبحثون عن الأمن ولكن كثير من أن نرى أن توثرات هي ممركزة في جهات معينة في نيجيريا على سبيل المثال وفي الكونغو وهناك هذه العمل فنرى أن هناك تحرك الذي استصاعد في الأعوام الأخيرة خاصة في القرى الإفريقية ونحن نعرف أن هذا ارتفع بـ 7.5% كل سنة وهذا يمثل تقريبا مستوى حيث مستوى الذي نرى عبره أن الهجرة هو واحد من المحركين للتغيير خاصة في بعض المناطق طبقة الوسطى هناك نرى أن هناك نمو في كثير من البلدان في المدن المدن هناك تساعد كبير نرى أن هناك في 2038 30 مليون وفي 13 مليون في 2000 ارتفع إلى تقريبا 30 مليون من الهجرة في بعض البلدان ولهذا السبب نرى أن هناك مبادرات لنظام تحرك سريع وهذا من إطار الاتفاقات الحرة التي تجي في بعض البلدان هذا يقودني إلى النقطة الثانية فإذا تسمح لي الدكتور لهذا فهناك قيادة قيادة بالنسبة للحدود الأمنية ليس فقط على المستوى المحلي من أجل طبعا الاستجابة وتطرق إلى كل هذه العوامل التي تؤدي إلى النزوح على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي للاجئين ولكن حتى في علاقة أو طبعا التفريق أو التمييز ما بين التحرك الجيد والتحرك السيء فعلى سبيل المثال هناك طبعا تسهيل للتحركات والنزوح لأن هذا هو عامل جيد على مستوى الحدود ولكن أيضا هناك عامل حماية حماية هذا طبعا التحرك فهو عامل مهم فالتسهيل والحماية يجب أن تكون هناك توازن بين هذين العاملين والعامل الوحيد الذي يميز بين التسهيل والحماية هو قدرة التمييز بين ما يمكننا أن نسميه تحرك جيد وتحرم ونزوح جيد ونزوح سيء وهذا في إطار الجائحة حيث هناك طبعا عدد الأمراض التي ترتفع أو التي كما رأيناها وقد يكون طبعا نتيجة لتهديد بالنسبة لبعض العوامل مثلا بمثال الإتجار بالبشر أو غير ذلك فنحن نعرف أن هناك الحدود في إفريقيا عتبرت كحدود كحدود وطبعا لكثير من العوامل وقد اعتبرت كعوامل أو مثلا تغييرات عريضة فواحدة من التغييرات التي نراها هي طبعا هذه أصبحت على المستوى الاقتصادي مهمة جدا مركزية مع استكشاف استكشاف للموارد الطبيعية وأكثرية الحدود وأكثرية كما أقول الموارد الطبيعية هي على سبيل المثال النفط هي على الحدود يمكننا أن نذكر كثير من الأسماء وهذا يستدعي قيادة على مستوى الحدود التي هي الحدود التي تعتبر على المستوى الاقتصادي والسياسي مهمة جدا وهذا له علاقة كما قلت القيادة على مستوى الحدود هناك أيضا النمو الحضري والتوسع الحضري الذي أصبح عامل مهم جدا لدينا مدن عريضة التي على مستوى السواحل التي طبعا هي تأثرت بالتغيير المناخي لدينا أيضا طبعا كثير بروز لبعض الموجات السياسية العريضة فهناك أيضا تلبية لخدمات المواطنين كل هذه العوامل أصبحت لها أهمية كبيرة اسمح لي الدكتور اللي كان أصل إلى خلاص التدخلي فأود أن أقول أن هناك أيضا طبعا بعض تحديات العريضة التي هي متعلقة بهذه القيادة فسوف أرجع إلى هذه النقطة إذا سمح لي الوقت أن أركز على بعض العوامل الأساسية التغييرات العريضة لقد تكلمت عن النزوح السكاني أو التحرك السكاني وأود من خلال تحليلك أن مثلا أن أربط هذا ببعض التحركات أو بعض التغييرات العريضة حتى توسع الحضري على سبيل المثال التغيير المناحي وهنا أود أن أتكلم عن بعض التحديات التي نراها في إطار طبعا الحدود وعلى المستوى الأمني فهناك التزام الذي يجب أن نتميز به في إطار هذه التغييرات السؤال الذي أود أن أطرحه هنا هو على بناء المشهد الذي رسمته خلال العشر الثنوات المقبلة وكل التحديات على مساوى الحدود هل تظن سيدي أن الدول الإفريقية تحتاج إلى قوات قوات لكي أو تحتاج إلى تحليل التي يمكن أن تستكشف أو تتوقع أو تترقب الخمسة السنوات القادمة أو هل يجب أن يكون هناك بعض العوامل التي يجب أن تخدم المواطنين خلال هذه لكي تخدم البنية التحتية لهذا المشهد هل يجب أن تكون هناك نفس البنية التحتية أو يجب أن يكون هناك تغيير للبنية التحتية من أجل أن يكون هناك إدارة أحسن للسنوات الخمس المقبلة هذا سؤال وجيه أيها الدكتور لوكا فعندما ننظر إلى هذه القضية من جهتين فنحن نرى نحن نرى أن أننا يجب أن ننظر إلى التهديدات الأمنية والتحديات التي يجب أن نركز عليها وما هي الأدوات الأساسية التي تمكننا من نقوم بترتيبات أمنية ناجعة في نظري أظن أنه يجب أن ننظر إلى جذور القضايا خاصة عندما نتكلم عن هذه التغييرات العريضة التي لا يمكننا أن نعالجها فقط عبر مثلا جيش قوي أو نظام جيش قوي أو نظام تقليدي لجيش كما ذكرت في الصنف الأول ف بالإضافة إلى ذلك هناك طبعا بعض القيادة التي يجب أن نتميز بها خاصة في بعض المناطق المناطق التي هي على مستوى المدن التي هي صعبة للإدارة على مستوى الحدود التي تعتبر مهمة فالالتزام هو يجب أن يكون أكثر ونحتاج نحتاج نوع من القيادة عبر وطنية قيادة عبر وطنية التي هي قيادة من نوع خاص يجب أن نركز على بعض المناطق الخاصة وما نحتاجه هو التزام أكثر قدرات أكثر عبر وطنية عبر البلدان وأقل استجابة وطنية في إطار مثلا الجوائح التي ذكرناها من قبل فنحتاج فنحتاج مثلاً إلى بعض الحكومات التي هي قادرة بشكل التي قادرة ومستعدة على الاستجابة بشكل أحسن وأيضاً أن ننظر إلى قدرات التي يمكن أن نركز عليها على مستوى الحدود فأولاً يجب أن ننظر إلى التحديات الأمنية التي نواجهها فيجب أن نركز عليها وأن نحدد ما هو الجيش الذي يمكن أن نستخدمه فهناك أيضاً حاجة لتركيز على نوع التهديدات المتواجدة على أرض الواقع والتغييرات العريدة توضح أنه يجب أن ننظر إلى النظام القديم الذي كان تحت أيدينا يجب أن نخلق نظام جديد يجب أن تكون هناك مواجهة جديدة ونظام جديد الذي يمكن أن يتأقلم مع عوامل جديدة فبالنسبة للعامل الثاني يجب أن تكون هناك ترتيبات ما نحتاج إليه يجب أن ننظر إلى ما نحتاج إليه من أجل أن نحدد موقف النظام الأمني يجب أيضاً أن ننظر إلى ما هو ناجع وما هو وجيه فطبعاً نجاعة النظام هي شيء مهم جداً ما ذكرته أسيد لوكا هو مهم جداً يجب أن ننظر إلى قدرات الاستشرافية والتوقعية وهذا سوف يساعدنا بشكل وجيه يجب أن ننظر أيضاً إلى كل طبعاً طبعاً التطورات على مستوى الوطني على مستوى الاتحاد الأوروبي التي هي موجودة وأن نرى مائدة الأسياقات التي لم نستطع الاستجابة فيها طبعاً يجب أن ننظر إلى المؤسسات التي هي نتعامل معها فهناك بعض المنظمات التي هي ليست مستعدة لهذه التغييرات وهنا يجب أن نتدخل أن نقوم بقدرات التدخل يجب أن تكون هناك أيضاً قدرات توقعية التي يجب أن تكون ضمن مؤهلات البلد ويجب أن تكون طبعاً متحسنة عبر الوقت أن نحسنها عبر الوقت فكل العوامل التوقعية يجب أن تكون ضمن السياق الأمني وأن تكون تحت تصرفنا وأخيراً يجب أن تكون لدينا قدرات تكيفية لأن لا نستطيع تغيير السياق ولكن قد نستطيع مثلاً تغيير المنظمات الثقافة ثقافة المجتمعات خاصة في إطار النظام أو الإيقاء السياق الأمني وهذا له علاقة بكل القضايا التي ذكرتها من قبل الدكتور لوكا شكراً جزيلاً لك سيدي الدكتور مهاري يجب أن عندما نتكلم عن التغييرات أو التكيف الذي يجب أن نقوم به خلال كل هذه السياقات وكل على بناء القضايا التي تحدثنا عنها نحن أظن أننا وصلنا إلى قلب هذا القضايا لقد وضحت وركزت على كثير من القضايا المهمة فكيف يمكننا ترقب هذه التغييرات العريضة على مستوى النظام الأمني وهذا سؤالي فكيف عندما نتكلم عن طبعاً الحكامة الأمنية فسؤالي هو كالتالي كيف يمكننا إلى أي مدى مثلاً يمكن الإطار كيف يمكن إلى أي مدى استراتيجية الأمن القومي يمكنها أن تكون آذات قوية بالنسبة للبلدان الإفريقية وكيف يمكنها أن تساعد هذه البلدان الإفريقية من أجل أن تترقب بعض التحديات الأمنية وبعض الأزمات الأمنية وهنا أطلب منك سيدي ما إذا كان هذا ممكن أن تكلمنا عن بعض القدرات التحليلية التي يمكن أن نستخدمها في هذا المجال فكيف يمكن ما هي التغييرات التي يمكننا أن نقوم بها من أجل أن نبني مثلاً قدرات وأن نترقب بعض التهديدات المتوقعة في القطاع الأمني هذا قد يكون أداة جيدة التي يمكن البلدان الإفريقية أن تقوم بمأسسة هذه وأن تتوقع كل هذه تغييرات العريدة في إطار استراتيجية عريدة استراتيجية الأمن القومي وأن تستعد للمستقبل في رأيك ولقد ذكرت هذا من قبل ماذا يمكننا أن نقوم به في إطار استراتيجية الأمن القومي من أجل أن نترقب كل التهديدات الأمنية في إطار وفي المتوقع أعتقد هذا السؤال مهم طبعا وقلتها في المدخل إلى كلامك أنه هذا جانب أن أحد جوانب التأقلم مع الظروف أو التهديدات أولها أقول وهناك ثلاث نقاط أولها أنه رفع أو رفع الوقفة الأولية الموجودة في إفريقيا هي المعتمدة على التهديدات والتهديدات مهم طبعا بالنسبة لنا لكن علينا أن ننظر إلى الفرص أيضا السياسات الأمنية عليها أن تركز على الفرص أيضا لسببين أولها أنه الأنماط الكبرى والعوامل الكبرى لا تأتي كتهديدات فقط وإنما تأتي كفرص أيضا هذه قوى كبيرة مثلا الجانب الاجتماعي التكتولوجيات العامة التي هي التي قد تكون عوامل أو مؤثرات تزيد من الأشياء السلبية أو تزيد من الاحتمالات الإيجابية أيضا هذه الأنماط الكبرى عبارة عن أشياء ضخمة مثلا لدينا التهديدات الإنترنتية الكبرى وأيضا الإنترنت لديها إيجابياتها من نسبة للبشر لكل شيء إيجابي والسلبي و فهذا التغيير في القيادة والسيطرة والنظم في هذا المجاب هي أيضا أثرت على الجانب السلبية وعلى الإيجابية فأهم عاملين أول نقطة أحب أن أقولها وأشرحها أن هناك اهتياج للتأقلم السريع لكن كيف نفعلها؟ أحد التحديات التي هي نقطة الثانية هي الثقافة الثقافة الموروثة في المؤسسات الحكومية الأفريقية هي ما زالت قديمة وتقليدية ولحد ما يعني رجعية ليست تقدمية بصراحة كثقافة عامة هناك يعني جهود إيجابية لكن كثقافات عامة هي راكدة جدا وبالإضافة إلى يعني حتى الجوانب التعاونية فهناك أشياء إيجابية مثلا تعاونيات الموجودة ما بين البلدان الأفريقية تعاونيات إيجابية وجيدة وتأخذ في نظر الاعتبار الموضوع الأمن البشري لكنها ليست يعني ما بين البلدان جيدة لكن في داخل كل بلد ما زالت راكدة مثلا لو نحب أن نتفحص انظر إلى داخل كل بلد وانظر ما مدى الميزانية الموضوعة للدراسات التكهنية والاستجابات التقارنية فمثلا إذا نظرت إلى جانب البقائي فيحصلون على دراهم فقط مقارنة بميزانية القوات المسلحة الكبرى في أي بلد ما أو أي قاطع أمني آخر فميزانياتهم ضائلة فهذا دلالة مدلول آخر أصلاً بالنسبة لطبيعة وأقلية البلد فأعتقد أنه زيادة مستوى القدرات المالية المكرسة لهذا الجانب من أجل ترسيخ أو لإرساء التهديدات بمنظور جيد علينا أن نغيرها بصراحة بدرجة كبيرة أي نعطيها موارد أكثر وتركيز أكثر وانتباه القيادة أكثر لكن كما قلت علينا أن ننظر إلى جانب التكاهني والوقائي ولسا فقط العلاجي وهذا يعود إلى جانب القيادة والقيادة القيادين هؤلاء أيضاً خريجين المؤسسات والمجتمع نفسه فالقيادة الحكيمة لا تأتي من العدم كل شيء ينبثق من شيء وينمو من شيء فالمجتمع فمثلاً القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تولد الفرد والقائد من أجل تغيير القطاع الأمني بطريقة جذرية هي أحسن مكان للبدء فيها أمنياً في المجتمع هي تغيير المجتمع أو مفاهيم المجتمع وعلينا أن نغيرها بطريقة جوهرية كثقافة عامة لكن يجب أن يبدأ بمبادرات السياسية التي قام بها المركز الأفريقي لمدة طويلة للبدء بالحوار والنقاشات على القضايا الرئيسية وهذه العملية يمكنها أن تقدم إلى الأمام لكن تغيير المجتمع شيء جوهري ومهم أيضاً نعم شكراً دكتور محاري آخر سؤال ربما باختصار كما قلت إنه قضية القيادة هي مسائل المؤسسات والمؤهد لكن المؤسسات أصعب من ناحية التغيير والحركة أن ما يتي لموضوع الانماط الكبرى الأمنية لأفريقيا لكن هل يمكن يعني ما ملاحظاتك على موضوع القيادة وتأقلمتها ما هي نوع القيادة التي تحتاج إليها للاستجابة وكي يترقب ويفهم بأمق التحديات الأمنية يعني في موضوع الترقب التكاهني أو التأقلم أو الإحساس بالمسؤولية تطوير هذه الجوانب الميزاية القيادية في موضوع توقع المسبق لأزمات مستقبلية على مستوى المؤسسة إذا يمكن أن تجاب عليها في غضون أربع دقائق شكراً نعم أعتقد أحد التحديات التي تحدثنا عنها لمدة طويلة هي إنه كيف تغير مثلاً الإنذار المبكر إلى الاستجابة المبكرة أيضاً ولماذا لدينا إشكالية في الاستجابة السريعة على مستوى وطني على مستوى الأقليم ثم على مستوى القارة وثم حتى الدولي فهناك عامل كثيرة ومؤثرات مهمة لديها تأثيراتها على مستويات مختلفة لكن أحب أن أخذ عامل واحد وهذا يأخذنا إلى القيادة القيادة ودور القيادة في تأمين أن العمل العلمي حول القضايا التكهنية بالإشكالات والمشاكل تأخذ إلى وتحول إلى آليات حكومية استجابية فعلية ونراها مرات في عملية الاتحاد الأفريقي فهناك مشكال كبير وجدي مثلاً في الاتحاد الأفريقي فالنزاع في أثيوبيا في أقالم أثيوبيا المتعددة موضوع مشكالية تشاد ومالي وأماكن أخرى في أفريقيا الغربية وموزنبيق ومنطقة جنوبية فهذا يحتاج إلى استجابة إقليمية وقارية بالرغم من دراسات تحليلية تكهنية مسبقة حول ما يجب القيام به فالقيادة فشلت بصراحة وهذا لها تأثير حول الثقافة أصلاً فالأمن والسلام وخبراء في مجال السلام وثم لديك الجانب الدبلوماسي أيضاً التي تناقش هذه النقاط والاحتياج إلى هذه المسائل ومستوات أخرى من المشاكل في حالة إطار إكواس وآخرين وثم لديك أيضاً المستوى السياسي القيادي معظمها تجد أنه اللجان التقنية الفنية الخبيرة هما كثيراً ما يعتمدون على ما سيحصل عامة في حالات الأزمات فلديهم القدرات التكهونية قد لا تكون مصاغة بطريقة دقيقة لكنها مصممة للاستجابة الفعلية ويتوافقون مع جانب السياسي والتقني أو اللجان الدبلوماسية التعاونية فالتقني والدبلوماسي كثيراً منهم يرون بعضهم البعض وينظرون إلى الموضوع بنفس العين لكن من الجانب الدبلوماسي إلى السياسي هناك فجوة عالية المجتمع الدبلوماسي لديهم ثقافة لديهم ثقافة عدم تمرير الاندارات المبكرة إلى الجانب السياسي فهناك عادة تصاغ أو تنظف أو تغربل قبل أن تصل إلى آذان القيادة وها رأيناها مثلاً في إشكاليات أثيوبيا ومشاكلها والاندار المبكر حول موضوع الأزمة موزنبيق في منطقة الساحل في معظم الحالات فالقيادة كثيراً ما تهمل هذه الحالات الاندارية ولا تتطرق إليها إلى بعد أن تصل إلى حالات تفاقمية صعبة حلها فيما بعد وهي عكس ما نرجو يعني فكنا نريد من اللجنة المشكلة لأثيوبيا أن تكون نتائجها معاكسة لما نراها في مالي وموزنبيق انظر إلى أكريك ما حالة أكريك يعني التي هي اللجنة الأفريقية للاستجابة السريعة يعني ليست موجودة أصلاً ما زالوا جالسين نائمين لا نعرف هذا السؤال أين هم وأين نحن في هذا الموضوع فهناك الكثير مما استثمر في التفكير في تغيير النقل النوعية إلى تفكير الثقافة العاملة التي يجب أن نفعلها لكن ولا واحد منها تكونت أو تشكرت أعتقد أهم سبب هي الافتقار إلى القيادة التي هي ترجع إلى القرارات التي يجب أن تنفذ من قبل على مستويات قيادات أفريقية لكننا نحن مشلولين بسبب الثقافة السياسية التي هي إرضاء آذان السياسين الكبار وعدم إيصال الأخبار السيئة إلى آذانهم هذه إشكالية كبيرة بصراحة شكرا ممتاز مهاري شكرا جزيلا أعتقد أنك وضعت النقاط بشكل واضح على موضوع دور القيادة وكيفية تشكيل القيادة التأقلومية ضمن الحكم الجيد في القطاع الأمني لدينا أسئلة لاهقة طبعا وللمشاركين حضروا أسئلتكم للدكتور مهاري عندما نتقدم إلى الجانب الثاني أو متحدث الثاني بإمكانكم أن تطبعوا أسئلتكم بشكل مباشر وتطرحوا الأسئلة لكن نشجعكم على طرح الأسئلة بشكل مباشر حضروا السؤال مسبقا لننتقل الآن إلى سيدة كاميسا كامارا كاميسا نحن مسرورين جدا لوجودك معنا أنت لديك معلومات مباشرة فيما يخص بمالي وأحب أن تشاطرين البعض من خبراتك في مالي ومالي أصبحت مسألة كبيرة على مستوى القارة الأفريقية ونعرف إذا كان بإمكانك أن تعطيننا سطورة عندما كنت في الحكومة كاميسا اعتمادا على كبيرةك الشخصية كمسؤولة حكومية ذات السلطة ما هي التحديات الرئيسية اليوم؟ هل كانت غير متوقعة في بعض الأحيان؟ خاصة في أفريقيا الغربية وما ترينها في السنوات الخمسة العشر القادمة بالذات؟ واعتمادا على خبرتك ما هي التحديات التي تتصورينها؟ واعتمادا أيضا على خبرتك في مالي والحكومة التي واجهتها وكيف حضرت أنفسكم لهذه من التحديات مسبقا؟ أهلا بك، تفضلي الكلمة لك شكرا جزيلا دكتور لوكا شكرا إلى المركز الأفريقي لتشكيل هذه الندوة المهمة وأشكر المتحدث الأول زميلي لوضع الأرضية الجيدة لي كي أعلق على بعض النقاط التي هو فرشها أمامي شكرا جزيلا وأطائكم وجهة نظري حول بعض الأنماط الكبرى الموجودة على القارة وأطائكم أيضا وجهة نظري الشخصية أي مدى صعوبة الأمور كي يكون المرأة في الحكومة الأفريقية علي بصراحة أن اختلفوا مع بعض وجهات نظر ما قال دكتور مهاري حول ثقافة القيادة في منع الحكومات من الاستجابة السريعة أعتقد علينا أن نكون على دراية بنسبة الضخط التي الحكومات الأفريقية تحتها ليس من الله كافي أن نتكهن أو نرى مسبقا الأنماط أو نتكهن ببعض التحديات التي يرواها بعض الحكومات هي أيضا شيء آخر كي يكون لديك الإمكانيات الكافية والمصادر البشرية والمالية وحتى الزخم السياسي لعلاج هذه المشاكل أعتقد أن كثيرا نادرة ما تتوائم هذه القوى فمن الصعب أو مستحيل تقريبا كمهام كي تعالج أو ترتفع إلى المستوى المرجو كمسؤول حكومي والشباب التي لديهم من منظور لك مثلا أو توقعات والمجتمع الدولي عندما ينظرون إليك كحكومة فلذلك أنا أقول أنه يعني هي أعقد من أن تكون المسألة مسألة قيادة ثقافية أو عدم رغبة السياسة في ملاحقة الأنماط التي هي تطرح نفسها على الساحة أود ربما إذا كان بإمكاني أن أشرح لكم يعني نمط كبير ذكرها دكتور مهاري قبل التي هي الانفجار السكاني التعداد البشري في القارة الأفريقية أعتقد هذه من أكبر القوى الأنماط الضخمة التي ستواجهنا عواقبها لعقود قادمة بحلول 2050 ربع تعداد السكاني في العالم سيكون أفارقة أي ربع الكرة الأرضية يعني نحن كأننا قنبل موقوتة من ناحية التعداد البشري فمثلا تعداد منطقة الساحل هي حوالي 90 مليون مواطن ونتكاهن بأنه في منطقة الساحل التي هي الشريطة التي أنا أعرفها كخبيرة على القارة ستكون ضعف هذا الرقم في 2050 التي هي فقط بعد 30 عام وستصل إلى 200 مليون فهناك احتياج كبير لحساب عواقب هذه المضاعفة في التعداد السكاني فليس فقط موضوع عدم وجود الموارد الكافية فهذه فقط ثلاث أقود نتحدث فالانفجار التعداد السكاني وأي استثمار عملناها لحد الآن من ناحية القنة التحتية للصحية المدارس المنظمات المدن العمران المواصلات يجب أن تكون ضعف ما هي عليه الآن هذا الرياضيات بسيط بحالها أصلا فبعداد مختلفة والساعات مختلفة فكل بلد أفريقي لديها نمط مماثل مثل ما نراه في منطقة السعال ففي ناجيريا هي أحسن نموذج أبرز نموذج فبحلول 2050 البلد سيكون فيها 400 مليون وطن ستكون ثالث أكبر بلد من ناحية التعداد السكاني بعد الهند والصين وهذه التحديات البنيوية من أهمها فبالأضافة إلى التعداد السكاني ومثل ما قاله دكتور مهاري هي العمر الشبابي ف50% أقل من عمر 15 سنة ونعتبرها قوة اقتصادية وخطورة من جانب آخر من ناحية الخدمات الحكومية والقضايا الأمنية فما هي الروابط علميا التي يمكن أن نؤسسها ما بين الجانب الأمني وإذن الانفجار السكاني ما هي العلاقات والروابط والمعادلات لأزمات أمنية في منطقة الساحل فالتعامل البشري يجب أن ننظر إليها كأنها هي عامل مضاعف لبعض العوامل الموجودة أصلا على الساحة فالبلدان الخمسة في الساحل التي هي نيجيروان مالي بركينا فاسو والشاد واريتينيا كانوا يجربون البعض المخاطر الموجودة الأمنية قبل مسألة الانفجار السكاني كان في مشاكل أولية موجودة وبالظواهر القوى والمربكات الموجودة للأناصر كانت موجودة أصلا ونقطة أخرى أحب أن أطرحها كسؤال للجميع هل نؤمن بأن بلدان اليوم هم مستعدين على استعداد لاستيعاب هذه لشكال التعداد السكاني فبلدان منطقة الساحل هم حوالي 30% من ميزانتهم تحول إلى الدفاع والأمن على حساب جوانب أخرى محتاجة في المجتمع مثل التعليم الصحة خلق الوظائف والأمن الغذائي وأساسي من أجل الاتجاه لهذا وهذا ما يجب أن نستعد إليه فأنا أعتقد على أنه سوف سوف تكون الأمور أصعب وأصعب في القارة ربما ربما الدكتور لكا إذا سمحت لي أن أعالج مسألة الأمن طبعا الأمن وسياسة القطاع الأمني أو استراتيجية الأمن القومي في القارة الإفريقية ولنتذكر أو لنذكر أنفسنا أن الأمن الوطني أو الأمن القومي هو متطلب من أجل طبعا أن نضمن استمرارية بلد عبر طبعا استعمال القوات الاقتصادية القوات السياسية الحماية والديبلوماسية فالمبدأ هو طبعا تطوير في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان هذا ما عملنا به في الولايات المتحدة الأمريكية فعبر استراتيجيات استراتيجية كان يجب أن نعالج مصالح البلد وأن نعالج وأن نركز على كل التهديدات والتحديات وأن نؤمن مستوى البلد فعندما ننظر إلى إلى هذه الأمور فليس هناك أي بلد يمكنه أن يستمر أو يعمل بدون استراتيجية أمن قومي هي استراتيجية أساسية يمكننا أن نفترض أن الاستراتيجية هي قد تخلق على مستوى أو آخر ولكن في إفريقيا نسمي هذا بمعنى سياسة شاملة وهذا ما نسميه تصريح بسياسة وطنية أو سياسة قومية فما يتغير أو ما هو متميز بين بلد وآخر هو أن هذه الاستراتيجيات هي مطورة بين مؤسسات معينة وهذا يعتمد على فهمها ومستوى فهمها وفاستيعابها من طرف طبعا القوات المتواجدة في البلد وهذه مسؤولية الرئيس مسؤولية التقم العالي المستوى من أجل أن يستوعب ذلك ولكن لا أظن أن هناك بلد في العالم يمكنه أن يستغني عن استراتيجية أمن قومي فهناك كثير منها طبعا التوضيحات التي يمكننا أن نعطيها في هذا المجال فترقب وتوقع هو مهم جدا وأساسي خاصة عندما نتعامل مع بعض الهشة وأنا أتكلم هنا عن السياق الإفريقي فلنتذكر أيها سادة وسيدات أنه الاستعداد الاستعداد لكل التغييرات العريضة التي سوف نشهدها خلال السنوات العشر العشرين أو الثلاثين الآتية سوف تتطلب بعض التغييرات على مستوى القياد وعلى مستوى الثقافة أيضا فهذا سوف يتطلب أيضا كثير من الموارد وبالإضافة إلى ذلك سوف يتطلب طبعا التأقلم وعبر بعض الخطوات عبر مؤسسات عبر طبعا قادة المشمع المدني قادة السياسية أنا عندما خدمت عبر خبرتي لثلاث سنوات في الحكومة في رأيي لا أظن أنني أستطيع أو بمقدرة أن أعطيكم نظرة شاملة أو نظرة واضحة عن كيفية القيام بهذا أنا أعرف فأن عدم القيام بذلك قد يقودنا إلى 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 عقبات أو إلى مشاكل ولكن المهم في كل هذا هو قدرات البلدان في الإفريقية ليست مستعدة اليوم على مواجهة غير مستعدة لمواجهة كل هذه التغييرات العريضة التي ذكرناها لبتو هذا ما يمكنني أن أقول ربما لم أصد لم أجب على السؤال أو لم أعطيكم الجواب الذي تنتظروره ولكن في نظري ألا أظن أنه هو غير في رأي هو ليس بمقدرة أنه ليست بمقدرة البلدان الإفريقية بسبب نقص في الموارد البشرية وبرد القدرات المالية لمواجهة التغييرات العريضة التي قد تواجهها خلال السنوات المقبلة شكرا جليلا سيدك ميسا أنا أود أن أشكرك أولا وقبل كل شيء لمداخلتك الوجيهة فأود أن أشكرك أيضا على هذه المداخلة القيمة وعلى الجواب الذي قدمته إيانا فبالنسبة لاستمرارية البلدان وحتى استمرارية البلدان الإفريقية يجب التركيز على كل التهديدات وتحديات المتواجهة على النزاعات وعلى التوترات وأظن أن القارة يجب أن تتوفر على الموارد الأساسية الموارد على جميع المساويات المالية الاقتصادية والسياسية من أجل مواجهة التغييرات العريضة التي قد تواجهها في السنوات المقبلة وشكراً لمدخلتك الآن أود أن أنتقل للسؤال المقبل فكيف يمكننا أن ننظر إلى هذا من زاوية أخرى فهل يمكن لإستراتيجية أمن قومي أن تساعدنا وكيف يمكن حسن استعمالها من أجل مواجهة كل هذه التحديات على أساس وعلى بناء تجربتك سيدتي ما هي العناصر الأساسية للقيادة التكيفية التي يمكن أن نتميز بها من أجل أن نقوم بترقب توضيح صياغة تلاؤم تطويع ومسؤولية ناجعة فخلال خدمتك كمسؤولة في الحكومة وعلى بناء تجربتك ما هي الأفكار التي يمكن أن تشاركي أن تشاركينا إياها وكيف يمكن لكل هذه العوامل أن تساعدنا على ترقب التهديدات الأمنية التي قد تواجهنا فشكراً لمداخلتك يمكنني أن أقول أنه في مناصبي المختلفة وخلال المناصب التي شغلتها كنت قريبة من طبعاً وزير الأمن والدفاع فكان لدي إحساس فطبعاً كان لدي حس أن طبعاً الوزير كان يظن أن له الجواب أو الحلول لكل القضايا المطروحة فلقد كنت طبعاً وزيرة الاقتصاد وطبعاً الوزيرة الاقتصاد وزيرة الاقتصاد الرقمي فكلما واجهتني قضية أساسية لم أكن أعرف التعامل معها أو معالجتها مع تعاف خلال تفاعل مع الوزراء ووزراء مثلاً الذين كانوا يعملون قرب الرئيس كانت هناك زاوية التي من خلالها كنا ننظر إلى هذه القضية زاوية أساسية فالشيء الثاني الذي أود أن أشارككم إياه هو هو أن تعرفون أن مالي تعتمد على كثير من المساعدات الدولية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الأمني وإصلاحات في القطاع الأمني وكل التدريبات العسكرية فكوزارة الخارجية لم تكن هناك أي قضايا تتم فيها مداخلة أو تدخل وزير الدفاع لأن ليس هناك أي تطور أو ليس هناك تطوير يمكنه أن يحصل في مالي يمكنه أن يناقش بدون بدون أن ندخل فيه العوامل الأمنية فهذه كانت عوامل الأساسية فرأيي هو أنه كقائد في القطاع القطاع الأمني قد تكون لك سلطة 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 أكثر مما تصور ويمكن كمواطن يمكنك دائما أن تتحدى الحكومة يمكن أن تتحدى حتى الرئيس ولكن من الصعب أن تتحدى قائد في قطاع الأمن الذي يعرفون ما يت أو الذين يضبطون أمورهم لأن نعرف أن استمرارية البلد تعتمد على الدفاع فعندما نتحدث أو نتكلم عن القطاع الأمني فهو قطاع أساسي وهو مرتبط بكثير من القطاعات المجتمعية فأظن أن كل القادة القطاع الأمني هم خبراء في جميع المجال وكل الوزراء القطاع الأمن الذين تعاملت معهم كل من تعاملت معهم في هذا القطاع أحسست بهذا وهنا كمبادرات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وأظن أنه من المهم أنه أنه أن نعرف أن هناك ارتباط بين العدل والاقتصاد والعدل والخارجية شؤون الخارجية وغير ذلك فالوزراء الذين تعاملت معهم في قطاع الأم كانت لديهم علاقات وطيدة مع سفرات مع كثير من القادة الدبلوماسيين وهم يفهمون تمام الفهم ويضبطون كل هذه العلاقات يعرفون أن هناك إصلاحات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وأن تضبط بالنسبة لي القيادة التكيفية تعني تعني هو تعني قدرة قدرة التدخل على مستوى فوق مستوى معين التدخل والربط بين كل القطاعات فك قادة في المستوى الأمني يمكننا أن نضبط الطريقة التي تتم فيها الحكام والقيادة في البلد وكل الأشخاص المتواجدين على مسوى الحكومة ينصتون إلى القادة إلى هؤلاء القضاء ويمكننا أن نتدخل دائما القيام بالخطوات الأساسية سيدك ميسا شكرا جزيلا لهذه المداخلة الوجيهة ما ركزت عليه هو أساسي جدا وأنت تعرفي قلت أن الأمن هو في قلب كل القضايا الأساسية فالقادة على مستوى القطاع الأمني هم قادة يجب أن يضبطون الأمور ويجب أن يكون لهم انفتاح وأن ينظرون إلى المشهد بطريقة شاملة ومضبوطة فشكرا على مداخلتك الوجيهة السؤال الأخير الذي أود أن أطرحه عليك سيدك ميسا هو أيضا على بناء تجربتك الخاصة في نظرك سيدتي في نظرك ما هي الخصائص التي يمكن أن يتميز بها القادة الأمنيين اليوم من أجل أن يترقبوا التغييرات العريضة التي يمكن أن تحصل خلال السنوات القادمة لقد لقد ذكرت مسائل متعلقة بالقدرات وبالاستعدادات التي يجب القيام بها ولكن ما هي الخصائص التي يمكن أن يتميز بها القادة على مستوى الأمن من أجل ترقب كل التغييرات التي يمكن أن تحصل في المستقبل طبعاً كقادة أمنيين فنعرف أن القادة الأمنيين ليسوا باحثين القادة على مستوى الأمني يمكنهم أن يركز على الخصائص التي تحصل على أرض الواقع فهم ليسوا باحثون يمكنهم القادة الأمنيين لهم قدرة لتوقع ما يمكن أن يحصل في المستقبل هذا ممكن ولكن أكثرية البلدان لديهم مجموعة التفكير تتميز بمجموعات التفكير فهناك مثلاً وزير الخارجية في مالي مثلاً أو وزير الدفاع أو وزراء آخرين أو منظمات غير حكومية أو لديها قدرات قدرات البحث التي ويمكنها أن طبعاً تقوم بتحضير بعض التقارير التي تعطينا نظرة عن التغييرات أو ترقب بعض التغييرات التي يمكن أن تحصل في المستقبل فأنا ما أود أن أشجعكم على القيام به هو أن تأخذوا على محمل الجد الأعمال التي تقوم بها مجموعات التفكير فهي تقوم بأعمال جبارة وهناك دائماً وسيلة لتعزيز طبعاً التعاون بين القوات الأمنية ومجموعات التفكير فمجموعات التفكير قد تكون وسيلة أساسية وناجعة من أجل ترقب تغييرات العريضة التي يمكن أن تحصل في المستقبل بالإضافة إلى ذلك أود أن أقول أن القيادة الوطنية قيادة الوطنية هي قد طبعاً تكون قد تواجه استعمال استراتيجية أمن وطنية ولكن قد تكون هناك مواجهة ولكن هي مهمة جداً فليس هناك طريقة طريقة أساسية أو وحيدة من أجل ترقب هذه التغييرات استراتيجية الأمن القومي قد يواجه استعمالها أو لا أنا أعتقد أن القادة على مستوى الوطني يجب أن سوف أو سوف تكون لهم دور أساسي في قيادة في طريقة قيادة البلد أنا لا أذكر أسامي هنا ولكن ما أود أن أقوله هو أنك كقادة قائد في القدع الأمني يجب أن تكون شريك أساسي للمنظمات ومؤسسات أخرى من أجل أيضا إعطائهم أو توفيرهم بتوصيات جوهرية وناجعة في أي بلد لدينا لا يجب أن ننسى الدور الأساسي الذي تلعبه مجموعات التفكير لأن كل الأبحاث هي أبحاث أساسية يجب أن تأخذ على محمل الجو فكقادة في القدقاء الأمن يجب أن ندرك الدور الجوهر الذي تقوم به مجموعات التفكير شكرا جزيلا أسيدة كامارا لهذه المدخلة الوجيهة أنا فهمت النقطة التي كنت تودين التعبير عنها فذكرت الدور الفعال الذي تقوم به مجموعات التفكير في إطار مسألة الترقب وفي ترقب هذه التغييرات العريضة وأيضا ذكرت أهمية استراتيجة الأمن القومي القادة ذكرت أن لديهم قدرة تغيير الأشياء بطريقة تريجية وطريقة طبعا توقعية فهذا الرسالة التي أعطيتنا إياها هي رسالة مهمة ذكرت أهمية البحث البحث هو واحد من المبادئ الأساسية وهو مبني على طبعا الوقائع مبني على دلائل ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أهمية هذه البحوث البحوث فكل القادة يجب أن تكون لهم قدرة لرؤية كل هذه الدلائل هذه البحوث وأن تأخذ على محمل الجد شكرا جزيلا لمدخلتك أسيا الدكتور مهاري شكرا لمدخلتك الآن سوف ننتقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا